وخلال مؤتمر صحفي أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ارتفاع إجمالية الصدرات المصرية لتبلغ 45 مليار و 200 مليون دولار أمريكي خلال عام 2021 والذي يعد أعلى رقم حققته الصدرات المصرية في تاريخها وفي هذا الإطار أشار رئيس الوزراء إلى أن الجزء الأكبر من الصدرات المصرية جاء من نصيب الصدرات غير البترولية مشددا على دعم الدولة الكاملة تشجيع توطين التصنيع المحلي تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحقيقة يمكن أن نهارده استعرضنا إجمالي الصدرات المصرية اللي حصلت في عام 2021 والحقيقة ده أعلى رقم حققته الصدرات المصرية في تاريخها كله ويمكن الحقيقة باستعراض الرسم البياني اللي قدام حضراتكم هنجد أن يعني كانت أعلى رقم وصلت له قبل كده الصدرات المصرية هو 36.7 من 10 وده كان في العام المالي 2010-2011 ولكن النهاردة إحنا الحمد لله بنتكلم على رقم 45.2 من 10 اللي هو إحنا بنعتبره النهاردة خطوة في إطار تحقيق توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن لازم الصدرات المصرية تتجاوز 100 مليار دولار في خلال الفترة المستقبلية القصيرة القادمة وإن إحنا نتحرك كحكومة على تشجيع كل القطاعات الصناعة والإنتاج اللي في الاقتصاد المصري عشان تحقق هذا الهدف المهم جدا الحقيقة لما يعني شيء آخر جدير بالذكر أنه لما بنستعرض هيكل الصدرات بنجد وده اللي قدامنا برضو وده شيء مهم أن الجزء الأكبر من صدراتنا هذا العام بنسبة 71.5% هو للصدرات الغير بيترولية وليه بقول ده إنه شيء مهم لأن الصدرات غير بيترولية هي اللي بتشمل كل قطاعات الصناعة ودي كان برضو أحد توجيهات فخامة رئيسة الحكومة المصرية بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة ويعني الحد من الواردات والاعتماد بصورة يعني متدرجة على الصناعات المحلية